وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن تصرفات إيران تمثل تهديدا لا يقل عن تهديد تنظيم داعش متهما إياها بتهريب أسلحة إلى البحرين كلامه الخليف جاء في خلال منتدى حيوار المنامة الذي تحدث فيه أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في الآوين الأخيرة تزايدت تدخلات طهران وبشكل مباشر في الشون الداخلية لبعض الدول العربية من خلال محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول وبث الفتنة والنزع الطائفية بين أبناء الجلد الواحدة أن الدعم الإيراني للتخريب في البلدان العربية يشكل تهديدا لا يقل خطرا عن تهديد تنظيم الدولة الإسلامية لم نستطع التوصل إلى اتفاق حول سوريا ونحن نأمل أن تقنع روسيا وإيران الأسد بالرحيل يجب عليه أن يرحل اليوم قبل الغد وكلما كان ذلك أقرب كان أفضل الرياض تدرس في الوقت نفسه تعزيز دعمها للمعارضة السورية المعتدلة من خلال تزويدها أسلحة قطالية ونحن في مصر على استعداد للتعاون مع القوى الإقليمية والدولية التي تدرك أهمية استقرار العالم العربي وتؤمن بأهمية عدم التدخل في الشأن العربي لدعم جماعات محدودة تقصب من رصيد الدولة ودورها يذكر أنه شارك في مؤتمر المنام وزراء وديبلوماسيون ومسؤول استخبارات من ملدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا